اشتركوا في القناة نشوف انه في عنا نسبة سمنة كتير كبيرة في عنا زيادة في الوزن عند الاطفال نتيجة لعدة عوامل عم بتكون اول اشي قلة الحركة اطفالنا كتير عم بيقعدوا على التلفزيون او على الالعاب الالكترونية فما عم بيقضوا وقت باليوم كافي لانهم يتحركوا كمان نتيجة انه ممكن انتشار الاغذية الكتير كبيرة من المنتجات العالية جدا بالسعرات الحرارية تناولنا لعدة اغذية تحتوي على سعرات حرارية او مثلا الجنك فود زي البرجر والبيتزا بكميات كتير كبيرة وللأسف في عنا مشكلة في مشكلة المدارس نحكي اذا نحكي بعض المدارس عم بكون طبيعة الاكل اللي عم بيقها لاطفالنا غير صحية واكيد الام هون بتحتار كيف تقدر تتعامل مع طفلها لانه ما بدأت تحرمه انه يشتري من الكنتين او من السوبرماركت او المكان بيبيعوا فيه بالمدرسة من الاغذية الغير صحية ونفس الوقت هي خايفة على صحة ابنها اول اشي احنا بنحاول نتعاون كلنا كاهل او حتى كمدارس انه قد ما نقدر هاي الاغذية العالية جدا بالسعرات اللي بتأثر على نشاط الاطفال اللي بتأثر على حياتهم وعلى صحتهم وهي سبب كتير كبير للسمنة نتحاول نتعاون كلنا ببعض انه نحل هاي المشكلة بس كمان الام في عندها دور ما بنقدر نحرم الطفل من المصروف اللي بيحب ياخده لانه بيحب زي ما اطفال تانين عم بيشتروا بيصيروا يشتروا هنا فيه شغلة بنا نعرفها كتير فيه اطفال بتحمسوا انهم يشتروا من هذه الاغذية اول يومين ثلاثة اول اسبوع وسبوعين من المدرسة اللي انه بيكون اش جديد بعدين بلتهوا ما بيصيروا بدهم يشتروا لانه بيصيروا بدهم يلعبوا فكتير مهم انه الامة تركز شو عم بتحط لابنها باللونش بوكس تاعه او بحقيبة المدرسة من الاكل وشو ممكن تفطروا الصبح كمان ممكن نلعب مع الطفل اللعبة انه نحكي له هذا المصروف ممكن تاخده اذا انت ما صرفته بالمدرسة انا رح احط لك كل شي من اكل صحي ومفيد للك باللونش بوكس تاعك ممكن هذا المصروف اعطيك يا بس نحوشه مثلا بعد اسبوع اسبوعين ممكن روح نشتري فيه اشي معين نحوشه للعبة معينة نحاول يعني نتفاهم مع الطفل بطريقة عشان ما نخلي عنده عادة انه يشتري كميات كتير كبيرة من الحلويات والاغذية الغير صحية هلا انا هون اليوم حضرت اربع امثلة على اللونش بوكس صحي شو القواعد الاساسية لقلهم ديكون اكيد عندنا اهم اشياء الخضار والفواكه والقاعدة الثالثة التنويع الطفل بزهق عشان دايما يفتح حقيبة المدرسة ويلاقي اكل صحي بيحب يتناوله لازم يكون كل مرة الام تفاجئ هذا الطفل وتحط اغذية صحية جديدة بشكل جديد بترتيب جديد النوع مش كل يوم خيار ممكن نشكل انواع الخضار نشكل انواع الفواكه نشكل انواع الخبز هلا رح نبدأ باول مثال انا حطيته هون مثال للونش بوكس او حقيبة افطار صحية للاطفال اذا نلاحظ اذا نبين على الكاميرا مضبوط في عنا هون الخضار الخيار وعنا هون انا حاطة من الفواكه اللي هو عناب احمر عناب اخطر مدين مقطعين الساندوشات هون خبستوت مثلا مستخدمة ان القطعات مقطعته بشكل قلب او ممكن باي شكل تاني هيك شوي يجزب الاطفال انهم يتناولوا الساندوش بطريقة صحية كمان حاطين اطاع جبنة يعني فيها الجبنة اللي بتكون اي نوع اجبان ممكن طفل يستسيغها بهاي الطريقة وكمان انا حاطة هون مثلا فليف اللي مقطعتها اذا نقطعها بالورد بيصير بشكل وردي فمنلاحظ عنا كل القواعد الاساسية للفطور الصحي للاطفال انه عنا خضار حتى نستخدم مقطعات لذيذة هاي ممكن نروح من اي محل ادوات منزلية نستخدمها نقطع زي ملاحظين انها هيك زي زكساك شكلها فممكن نستخدم القطعات ونقطع بهذا الشكل او نستخدم كمان القطعات زي ما انا حكيت انه نقطع زي ما انا عاملة بالساندوش هون بشكل قلب مثلا بهاي الطريقة ممكن انه الطفل حتى لو انه خبز توست يعني بطريقة لذيذة للطفل وحطين كل القواعد من فواكه من خضار من نشويات من بروتين ننتقل للانش بوكس تاني انا محضرته كمان للاطفال برضو محضر بي طريقة صحية اذا منلاحظ هون يوم تاني فنوعنا بانواع الفواكه والخضار فمثلا نحطين احنا بندورة وفلفل حلو منلاحظ هون انا حطة حتى مستخدمة هدول تعون الاكواب تعون الكبكيك حطة فيها نوع تاني من الفواكه اللي هي فواكه مجففة فممكن نحط باي نوع فواكه مجففة ممكن طفل دايما خاصة الاطفال ممكن اذا مش كتير متعودين على الكاندي ونحاول احنا ما نعودهم كتير بيعتبروا بيحبوا لزبيب ممكن يعتبروا زي انواع الكاندي او نختار اي نوع من فواكه مجففة فنقطعها مش مش مجففة افتمر نخلط انواع مختلفة وكمان انا حاطة هون منوعة مثلا حطينا اول يوم عناب مش غلط في كتير انواع فاكه خاصة هلا نستغل هدول الشهرين قبل ما يجي الشتاء عنا خوخ عنا كرز حتى ممكن نستخدم انا ناس معلب هاي انواع مختلفة هون قطعنا الساندوش زي ما لاحظتم حطينا فيه جبنة وحطينا فيه خس وخضار فنلاحظ مقطعينه بشكل متلتات ومرات بحبوا الاطفال ياخدوا ايش حلو انا مثلا بستخدم هون بسكوت مش مملح حتى طريقة انه انت شو بتستخدم بجوة اللانش بوكس ايش منحط مثلا انا بستخدم هون فاين ملون يعني مرات حتى النظر ممكن نغير الوضع فبطريقة نستخدم انواع فاين مختلفة ممكن بألوان مختلفة هاي تساعد تكون طريقة لزيزة فهاي فكرة تعني لاحظنا هون قطعنا الخضار بالطول هون قطعناها باستخدام القطعات ننتقل للانش بوكس الثالث فكرة ثالثة طبعا فيه بالاسواق كتير منقدر فيه افكار منقدر نشتري تبرورات مناسبة للمدارس يعني هذا التبرور كله بتقدر تحط فيه ومنحطه بشنطة المدرسة وبحمية طبعا من الهاي فملاحظوا كيف برضو احنا هون بنوعين بأنواع الخضار والفواكه مثلا شوفوا كيف احنا هون عرضت اربعة ايام فالاول يوم حطينا فيه خيار تاني يوم اقربها ممكن هون تاني يوم حطينا فيه فليف الحلوة هلا هذا اليوم حطينا فيه اللي هي البندورة الكرزية قطعنا الدراء مثلا اذا بتلاحظوا هاي قطعنا بهذا عشان الطفل يكون سهل انه يتناوله كمان هاي الفواكه اذا استخدمنا تبرورات منيحة ما بتسود يعني لانه ما بدخل جوا الوكسجين شوفوا كيف كمان كيف بفتح هذا التبرور من هون بنقدر يكون سهل للطفل حطينا هون كمان عملنا ساندويتش بطريقة جديدة استخدمنا خبز حمام مثلا حطينا فيه جبنة وحطينا فيه خيار خضار وكمان انا حطيت باللانش بوكس اشي تاني اذا بتلاحظوا حطينا كمان هون ماكروني مسلوقة كتير الاطفال بيحبوا الماكرونات يعني خاصة باذا كان بصفل كي جي وان كي جي تو الاول بيحبوا الماكروني المسلوقة هيك سادة وما بتخرب كمان يعني بيز فترة الصبح اذا تناولوها ممكن نحط اشكال مختلفة فيه ماكروني عصبانيخ او هقدل بتكون ملونة سبانيخ وبندورة فممكن نسلوقها ونحطها للطفل برضو كوجبة خفيفة ممكن يتناولها الطفل فلاحظوا احنا لهلا تلت افكار ولكن كل يوم كان اشي مختلف يوم خضرة مختلفة مختلفة عن الفواكد تانية مختلفة عن نوع الخبز نوع الحشوة مرة لبني مرة زعتر اما اذا كل يوم نحط للطفل حتى لو بحبه يعني فيه اطفال بقولك انا بحط لابني كل يوم لبني وزعتر لانه هو بحب اللبني وزعتر بحبش اشي تاني بس اذا ما منجرب ما منغير ما منقدم بطريقة مختلفة ما رح يضل الطفل يعني متمسك بنوع الاكل اللي هو بحبه رح نحط الفكرة الرابعة برضو فكرة هذا تابر وير كمان مقسم ممكن يساعد السيدات موجود بكل محلات الأدوات المنزلية برضو حطينا فكرة هلأ فيه اطفال بزهقوا من الساندويش عشان هيك اليوم حطيت فكرة تانية ما حطيت ساندويش حطيتنا نوع تاني من النشويات فملاحظه حطيت حبوب افطار هاي بنكهة الكاكاو ممكن حبوب افطار كاملة اينو حبوب افطار هاي مزل لنا شويات حطيت كنوع من التغيير البسكوت المملح شوي لانه فيه كتير اطفال بدهم ايش حلو بدهم تشيبس بدهم ممكن حط بشار مرة محطر بسكوت المملح عدة اشكال فمسلا هون بدل الساندويش فيه اطفال بيحبوا ياكلوا قطعة الجبنة هيك فحطيت هكا مزل بروتين بدر ما نحطها بالساندويش يعني كان في عنا هاي نشويات موجودة وهي عنا بروتين اي نوع اجباع ممكن نحطها انا حطيت اول باول لانش بوكس كانت جبنة المزرلة اللي هي بشكل اصابع هون حطيتها بهذا الشكل وعنا هون حبت فاكها وبرضو قدمنا الجزار مقطع بهذا الشكل فلاحظوا عنا اربع افكار مختلفة كل يوم غيرنا وفيه كتير افكار تانية ممكن نقدمها ونحطها للاطفال على ضل فيه شغلتين فيه ممكن نقدم للاطفال الموز فيه بالاسواق بنلاقي تبرورات خاصة كمان بنقدر نحفظ فيها الموز عشان نحط فيها الموزة عشان ما تخرب ولا تطفعص بتلاقوا كل هاي الاشياء بتلاقوها بمحلات الادوات المنزلية بس بدنا ندور نشوف ايش فيه ايش مناسب للطفل فمنقدر نقدم الموز هاي فكرة تانية للفاكة عشان ما تطفعص يعني السن الموزة اذا منحطها هيك ممكن تطفعص ما يحبها الطفل ولكن اذا كانت بتبرور مناسب هيك بكون مناسب للطفل وبيقدر يتناولها وما يدايا فكرة تانية كمان غيرنا نوع الخبز مثلا هون انا جاي بخبز شراك الاسمر ممكن نعمله بشكل رولات الساندويتش انا عملت بحلقة من الحلقات لقمة خفيفة كيف نقدر نعمل رولات الساندويتش ولا اشي مندهن الخبزة بلبنة منحط جزر مبروش شوية زتون منلفها ومنقطعها ومنحطها بهذا التبرور فالطفل بدنا نفاجئوا كل يوم عشان نحاول لانه بعرف انا الامهات كلهم وبعرف لانه كلنا مرئين بهاي الشغل انه الطفل بده يشتري من بره بده حلو نقدر نتفنن شوي بس نعطي شوية وقت قبل بيوم ممكن قطع الخضرة عشان نجهزها بشكل مناسب للطفل عشان كل ما فتحها يكون لقي اشي جديد هيك انا اليوم قدمت لكم اربع خمس افكار لانشبوك صحي ان شاء الله تكون حياة اطفالكم كلها صحية وكمان مناسبة شكرا للكم لقيكم بفقرة جديدة من فقرات التغذية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة